بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بداية الأسبوع وبالتأكيد الأسبوع ده هيكون فيه كلام كتير واستعدادات خاصة لانطلاقة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا زي النهاردة السبت اللي جاي أولى مباريات النادي الأهلي في دوري الأبطال بمواجهة ميدياما الغاني على أستاذ السلام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة لذلك هذا الأسبوع هيكون فيه استعدادات خاصة عودة الفريق من الأجازة بعد فترة حوالي أسبوع بعد الفترة الأخيرة من أداء المباريات المحلية في الدور العام ونهاية المسابقة الإفريقية الدور الإفريقي لقرة القدم كمان خلال هذا الأسبوع يمكن عندنا مباراة بكرة في الجولة اللاثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم منتخب مصر سبع لي الفوز في المرحلة الأولى على جيبوتي بستة أهداف مقابل لشيء وغدا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة لقاء آخر أمام سيراليون المباراة قام في لايبيريا والثلاث نقاط مهمة جدا لمنتخبنا لصدارة المجموعة في الظل أن كل المنتخبات الموجودة مع منتخبنا تعدلت سواء سلبيا أو إيجابيا في لقاء المرحلة الأولى حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة وهنلقي الدوء على جواز الأفضل زابيست في الاتحاد الإفريقي جايزة أفضل نادي جايزة أفضل لاعب النهاردة عندي كواليس مهمة جدا على فكرة جواز الأفضل إزاي هيتم احتسابها؟ هل البطولات الأخيرة دخلة في الترشيحات في التصويت؟ هل ممكن تكون مؤثرة في النتائج؟ عندي النهاردة مفاجآت مهمة جدا عشان نطمن كل جمهور الأهلي على حصوص الأهلي في هذه المصابقة عندنا أفضل حارس عندنا أفضل لاعب أفضل نادي أفضل مدير فني فبالتأكيد هيكون عندنا كلام مهم جدا على هذه الجزئية كمان هنتكلم على قوافل الأشقاء وقوافل النادي الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين عندي كلام مهم جدا قوافل الأغاثة للأشقاء في فلسطين نهاردة هنتكلم كمان على هذه الجزئية ولكن بسرعة هنتكلم النهاردة والبداية بسؤال حلقة النهاردة وعايز أعرف ما هو أفضل تشكيل لمنتخب مصر في مباراة سيراليون غدا في تصفيات كأس العالم عشرين ستة وعشرين شوفنا تشكيل مباراة جيبوتيو كان فيه مفاجآت كمان النهاردة عايز أعرف توقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يلعب به روي فيتوريا في مباراة سيراليون غدا وإن شاء الله يكون ده أفضل تشكيل ممكن يلعب به منتخبنا عشان يرجع به الثلاث نقاط تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا وبإذن الله في الجزء الأخير من البرنامج أستعرض أكبر قدر من توقعاتكم أو رأيكم أفضل تشكيل ممكن يبدأ به منتخبنا الوطني لكن بسرعة نروح لأهم العنوين فيه الترند الأهلي الفريق يستأنف تدريباته غدا وفيه الترند المحلي المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة سيراليون وأخيرا أنني في تصرحات رسمية افتقدنا الفوز بكأس الأمم الإفريقية نروح لجدول مباريات اليوم وما زالت مباريات الأجندة الدولية خلال هذا الأسبوع النهاردة في استكمال مباريات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية الموهلة لكأس العالم منذ قليل انتهت مباراة جنوب إفريقيا مع بنين بالتقدم وفوز جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف ضمن الهدفين بير ستاو أحرز هدف مميز جدا لأولاد البافانا بافانا طبعا انبالح كمان كان فيه مشاركة جيدة لألي ديانجي مع منتخب مالي أمام منتخب تشاد ساعة ستة وبعد أقل من ساعة النيجر بيصدف تنزانيا وهذه المباراة ضمن مباريات المجموعة اللي فيها المنتخب المغربي الشقيق الساعة التاسعة من مساء اليوم أيضا السنغال في مواجهة مع جنوب السودان والسنغال تلعب هذه المباراة بدون جمهور يمكن هذه المباراة نفتكر كلنا ان كان فيه عقوبة على الاتحاد السنغالي بأداء مباراة بدون جمهور بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة منتخبنا الواطني مع السنغال في السنغال واللي بالتأكيد السنغال كذبت في هذه المباراة بهدف مقابل لاشيوة تأهرت لكاس العالم 22-22 وبذلك النهاردة يتم تنفيذ هذه العقوبة مباراة بتقام بدون جمهور نتيجة الأحداث الشغب اللي تمت في هذه المباراة أمام منتخبنا الوطني دي جولة من مباراة اليوم نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل النهاردة بإذن الله هيصل مرسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الآلي هو أفراد الجهاز المعاون قادما من سويسرا بعد فترة أجازة وراحة لمدة أسبوع على فاكرة الناس ممكن تعتقد أن الأسبوع اللي فات كانت فاتت راحة سلبية لكل الفريق لا إطلاقا كان فيه برنامج يمكن أعدوا مرسل كولر ويمكن كان موجود مع كل اللاعبين بيوصلوا فيه أداء التدريبات التأهلية فيه لعبين ممكن تكون موجودة في ملعب التتش فيه لعبين موجودين في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي الآلي في الجزيرة ولكن الجهاز الفني هيبدأ من النهاردة يبص بقى على الأرقام ويشوف مدى استعداد ده كل لعب واستغلت زي الفترة دي عشان لما يبدأ التدريبات من الغد إن شاء الله ما يكونش فيه جاب كبير ما بين بعض اللاعبين استعدادا لأولى مباريات تدوري أبطال إفريقيا أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل زي النهاردة إن شاء الله هذه المباراة الأولى في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لمصابقة دوري الأبطال بقرى إن شاء الله يكون استنافل تدريبات عصر الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وناس كتيرة ممكن تتكلم على فكرة طيب اللاعبين الدوليين اللي المفروض في منتخبنا الوطني هيختتموا مبارياتهم بقرى فأمتى يدخلوا في التدريبات الجمعية استعدادا لمباراة ميدياما بالنسبة كبيرة طبعا لما يرجعوا مش هيوصلوا تدريبات يوم الاثنين يعني فيما معنات تجاه بالنسبة كبيرة من الجهاز الفني أن يكون فيه راحة ما لا يقل عن 48 ساعة يعني يكون فيه أجازة الاثنين والثلاث ويكون بداية تدريبات للمجموعة اللاعبين الدوليين ابتداء من يوم الاربع ولكن بالنسبة لحسين الشحات وإمام عشور بكرة إن شاء الله هيكونوا موجودين في التدريبات الجمعية مع الجهاز الفني وهينتزموا في التدريبات بشكل عادي جدا ليه بقول كده؟ لأن بارح كان فيه تصريحات مهمة جدا خرجت من الكابتن خالد بيبو عبر الموقع الرسمي للنادي الآلي تصريحات دي مهمة جدا نستعرضها مع حضراتكم واللي فيها قال الكابتن خالد بيبو مدير القرى في النادي الآلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب ولا نتدخل في قراراته مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شؤون فريقنا وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهل تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسقل المنتخب الأخير كلام عاري تماما من الصحة ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم عشرين ستة وعشرين على فكرة التصرحات دي خرجت عشان ترد على حاجة واحدة بس عقب قرار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني واللي نشر على الحساب الرسمي لاتحاد الكورة عبر الفيسبوك واللي تقال فيها استبعاد الثلاثي طريح حامد وحسين الشحات وإمام عشور لعدم الالتزام في التدريبات الكل بلا استثناء سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وجهه مناشدات لإدارة النادي الأهلي بتوقيع أقصى العقوبات على اللاعبين دون معرفة الأسباب أو دون معرفة التفاصيل وبعد القرار ده ما طلع إنبارح كانت فيه عدة تصريحات التصريحات اندلت على شيء بتدل إن المفروض إن القرار اللي صدر صدر بخصوص مواجهة سيرليون غدا فقط وليس قرار اندباطي أو قرار تأديبي لأن القرارات الاندباطية أو القرارات التأديبية مش محتاج حد يقول للنادي الأهلي افتح تحقيق أو عاقب اللاعب اللي عندك لأن الأهلي على مدار التاريخ ليه مواقف جيدة جدا في هذا الشأن في التسعينات وفي بداية الألفية ومع لعبين كثيرين وكانوا نجوم يعني لا بديل عنهم في منتخبنا الوطن ولكن المزيدات اللي حاول البعض يعملها على قرارات اليوتيوب أو على السوشيال ميديا بخصوص ان يكون فيه قرارات تأديبية واندباطية النادي الأهلي درس وشاف الموضوع وشاف ان الموضوع أمر يخص الجهاز الفني المنتخبنا الوطني كمان في نقطة تانية المنتخب الوطني لم يصدر من مديره الفني أو من مديره الإداري أو من المشرف العام أو من مسؤول في اتحاد الكورة بمطالبة الأهلي بتوقيع عقبات على اللعيبة وبالتالي من تحدث عن فكرة توقيع عقبات على اللعيبة هي اجتهادات شخصية للبعض سواء من خلال حسابتهم أو من خلال قنواتهم عبر اليوتيوب يعني في إطار ان هو عايز مش عقولي زايد ولا هو عايز مثلا ايه ان الاهلي ياخد موقف سواء بيتكلم بمنطلق ان هو بيتكلم للمصلحة العامة أو ممكن يكون ليه مصلحة شخصية ما الاراء بتتباين فيه ناس بتتكلم للمصلحة العامة وديه اراها بتبقى واضحة وفيه ناس ممكن بتتكلم للمصلحة الشخصية النادي الاهلي من خلال مدير الكورة قطع الشك باليقين وقال في تصرحات خاصة للموقع الرسمي بالامس ان هذا الامر يخص الجهاز الفني للمنتخب كما ان للاهلي له قواعد واصول ما بيسمحش لحد ان يتدخل فيها المنتخب ضم لاعب او استبعد لاعب ده امر يخص المنتخب الوطني وفي النهاية كلنا بنتمنى توفيق للمنتخب الوطني الامر لو بيتعلق بعدم التزام في التدريبات الجهاز الفني بقيارة روي فيتوريا خد قرار بمواجهة سيراليون واللعيبة دي ما تكونش موجودة في مباراة سيراليون ولكن محدش قال ان اللعيبة دي مستبعدة على طوله قال ان فيه قرار انضباطي او اتكلم على امور تأدبية لقدر الله فيها التفاصيل تستدعي تدخل الاندية مع لعبيها وبالتالي الامر نحطه في هذا النطاق وفي هذا السياق عشان حكتين اولا النادي الاهل لو هيركز مع لعبته اكيد فيه امور داخلية اللي بيشتغل عليها وانا وصخ مليون في المية ان كولر من النهاردة من النهاردة جوه قدت اللبس هيبدأ يركز كتير اوه في تفاصيل مهمة جدا عشان اللعيبة كلها تركز في الملعب بس محدش يتكلم على المشاركة وعدم المشاركة لان في بعض المباريات برضو شفنا ده حتى في بعض المباريات وحتى العقوبة اللي وقعت على افشة كان في نفس الفكرة خرج وتم استبداله وكان زعلان ومتدايق وامتعد شوية فالجهاز الفني والجهاز الإداري خد قرار طبقا للليح فالحتة دي داخل النادي الآلي هيبقى فيها انضباط كما هو العادة لكن بالنسبة لمنتخبنا نقفل على الجزئية دي وكفاية كلام كتير على السوشيال ميديا لان منتخبنا بقر عنده مباراة كبيرة جدا عنده مباراة مهمة جدا اه انتش بتلعب مع منتخبات من التصنيف الاول بس بتلعب مع منتخب انت محتاج تاخد منه تلات نقاط خارج ارضك وفي اجواء ممكن تكون صعبة الملعب اللي تقام عليه ملعب نجيل صناعي وشوفنا الملعب ده في مباراة قيمت من يومين بابيل لايبيريا مع الكونه اعتقد يعني وكانت مباراة صعبة حصلت فيها هطول انطار البس الفضائي للمباراة ما استكملش بسبب الاجواء الارضية نجيل صناعي فدي كلها ظروف ممكن تكون صعبة على منتخبنا فمحتاجين نقفل يا جماعة الكلام في التفاصيل دي ونركز مع المنتخب عشان نرجع به الثلاث نقاط دي جزئية وبالتالي ان شاء الله بكرة النادي الاهلي هيبدأ الاستعداد للبطولة الافريقية ودي محطة مهمة جدا لازم نستعدلها بشكل كويس في خسارتين في بداية الموسم على المستوى الافريقي محتاجين نستعيد الصورة الإيجابية عن النادي الاهلي الاهلي حامل لقب دور الأبطال فمحتاجين نركز في مباراة ميدياما المواجهة دي مواجهة على الورق قد تكون سهلة ولكن محتاج تركز فيها عشان تاخد أول ثلاث نقاط وانت الفترة اللي جاية كل اسموع عندك مباراة في أفريقيا 25 نوفمبر 2 ديسمبر 9 ديسمبر مباراة الرابعة مع ابو نزداد في الجزائر لسه حسب ظروف الاهلي في كأس العالم لان ده يتحدد معده يا تتلاهب بعد كأس الأمم وده نتمنى ان شاء الله لو كان منا في كأس العالم او لو قدر الله ممكن تتكاهب في 21 ديسمبر لو رجعنا بعد 15 ديسمبر في كأس العالم وده بالتأكيد ما نتمنهوش وكل التوفية رب للنادي الاهلي الفترة اللي جاية على صعيد النشاط الرياضي فريق كورت السلة سواء الفريق الأول او فريق المرتبط انبارح عمل مباراة كبيرة جدا على فريق الزمالك الاهل انبارح ما كانش محتاج يكسب غير مباراة واحدة لكن كسب المرتبط والمباراة التانية رغم ان الاهلي كزبانه متأهل لكن عمل مباراة كبيرة جدا على الزمالك ليه بقى؟ الفترة الأخيرة الحمد لله النادي الاهلي في نتائجه مع الزمالك في البسكت عايز أقول لكم يعني 16-17 مباراة متتالية الأهلي لا يخسر أو بنتكلم بجأة 17 فوز متتالي للأهلي على الزمالك بكرة السلة في جميع البطلات الأهلي لا يخسر آخر فوز للزمالك كان منذ 64 يوم 64 يوم احنا بنتكلم في 3 سنين وإيه أعتقد يعني 3 سنين وكم شهر الزمالك الحمد لله مكسبش الأهلي في جميع البطلات قول بقى برحتك دور مرتبط فريق أول لدور السوبر يعني البطولة العربية لو كنا تقابلنا في كل المناسبات دي الأهلي كسب الزمالك وانباراة المباراة كان فيها دابل سكور فده شيء كان رائع جدا فريق 18 سنة كمان فريق المرتبط كسب في اللقاء الأول 72-58 نتيجة كبيرة والفريق الأول كسب 72-56 وكان يقدر كمان يكسب سكور أكبر من كده الآن يوجد الاتحاد السكندري في نصف النهائي أيام الثلاثة والخميس يوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله مباراة الزهاب ويوم الخميس مباراة الإياب وكل التوفية رب للنادي الأهلي في هذه المباراة حاجة أخيرة قبل ما أطلع للموضوع التالت أو التوبك التالت لا نقبل قدامنا الصورة هو على أجستي يعني قبل ما يرجعون الزملاء في الكنترول قدامنا الصورة على أجستي اللي خد قرار أو خد عقوبة بيإيقاف مباراتين سواء القرار صح أو القرار غلط غير مقبول غير مقبول في أي حال من الأحوال أي حد أي من كان سواء عضو مجلس إدارة في نادي منافس أو إعلامي أو إعلامية في أي مكان أنه يتعلق أو هو يعلق على أجستي ده غير مقبول يعني ماينفعش ماينفعش مهنيا أنا مش بتكلم على فكرة أنه ده مدرب الآلي وهناك ناحية خبرية أنا بتكلم عن ناحية المهنية ماينفعش إعلامي أو إعلامية يتكلم على مدرب البسقط في النادي الآلي ويقول مدرب بيصير التعصب ومدرب بيعمل شغب ده أمر غير مقبول على فكرة والتصريح اللي زي ده على فكرة اللي يتكلم عنه ده ممكن يتم مقاداته على التصريح ده ممكن يتم مقاداته على التصريح ده لأن انت تتهم شخص بإثارة التعصب وبإثارة الشغب ودي تهمة وده أمر غير مقبول ممكن اتحاد البسقط يجتمع ممكن يبص في التقارير ممكن يتخذ عقوبات ممكن نقبلها ممكن ما نقبلهاش لأنه قدامنا سورة وشاشة احنا جايفين لكن مش مسموح لحد سواء كان مسؤول أو مسؤولة أو بتمارس عمل إعلامي أنها تتكلم على مدرب النادي الأهلي احنا هنا ما ينفعش نتكلم نتكلم على مدرب الفريل المنافس أيا كانت تصرفاته وانتوا تصرفاته بتشوفوها على الهواء بس عمرنا ما علقنا عليها عمرنا ما علقنا عليها ولسان وطريقة واسلوب تبقى على الهواء الناس سمعها ومحدش فينا بيتكلم عليه لأنه أمر يخص إدارة نازيه لو عايزين تبدأه بداية كويسة وتبقى الصفحة صفحة بيضة بجد كل واحد يبص على فرقته ويشتغل في نازيه ما يبصش على الفريل المنافس انتك سبت في آخر الأهلي كذبك في آخر ثلاث سنين كتير والمباراة اللي تلعبت في صالة نادي الزمالك كانت فيها أخطأ تحكمية كبيرة واللي حصل من الحكام انعكس بالسلب على مدرب الأهلي لكن مش مقبول أبدا ان حد يتكلم على الأسباني جوست بوش بهذا الكلام الغير مقبول ليه مهنيا ولا إعلاميا التوبك الثالث وهو الدور المجتمعي للنادي الأهلي نادي الأهلي يا جماعة منذ بداية الأزمة مع الأشقاء في فلسطين والحرب الدائرة من كيان صهيوني محتل نادي الأهلي كان ليه دور مجتمعي مهم جدا أولا على المستوى الإعلامي كان في حالة حداد على مدار ثلاث أيام دعما لهذه القضية ودور مهم جدا للنادي الأهلي دعما كمان للدولة المصرية في هذا الموقف واستكمالا لهذا الدور يوم الخميس الماضي قافلة النادي الأهلي توجهت إلى معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة انطلاقا من الدور الوطني والمجتمع للنادي والمشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة اللجان العليا في النادي الأهلي بصراحة يعني من خلال هذا الدور المجتمع قامت بدور كبير جدا بالتنصيق مع مجلس الإدارة ضمت قافلة النادي الأهلي توجهت لميناء رفح البري يوم الخميس عددا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غزائية وطبية ومياه لدعم الأشقاء في فلسطين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان أعلن قبل كده عن الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين من خلال تخصيص قواف الإنسانية لتخفيف المعاناة الواقعة على أهلينا في غزة مهما قمنا بهذا الدور ومهما تكلمنا والله العظيم يعني مش هيقدر يوفي حق الأشقاء في فلسطين ولو بنسبة 10% أو 20% لو نقدر نقوم بأكتر من كده هنقدر نقوم بأكتر من كده ولكن قدر إمكان يا جماعة كل واحد بيحاول في الإطار المحدد لأنه يشتغل عشان دعم الأشقاء في فلسطين وزي ما شايفين طبعا الحفلات اللي كانت موجودة عبر ميناء رفح البري كمان على فكرة أحد نجوم النادي الآلي كابتن محمد مجدي أفشا نشر على حسابه الرسمي عبر الفيسبوك صورة وهو ماسك التيشيرت الخاص به اللي لعب به مباراة القمة أمام نادي الزمالك هذه المباراة اللي كانت مباراة القضية ممكن مباراة نادي القرن أو مباراة القرن عام 2020 والآلي فاز فيها بدورة أبطال إفريقيا والهدف القضية اللي أحرزه أفشا في مرمى الزمالك التيشيرت ده محمد مجدي أفشا قرر التبرع به بعد غد يوم الاثنين الساعة التاسعة مساء أنا بتمنى الكل يخشي شارك في هذا المزاد عشان التيشيرت ده يكون فيه أعلى عائد مدي لأن العائد المدي هيتوجه أيضا ضمن القوافل الإغاثة للأشقاء في فلسطين وكل الدعم لأشقانا وإخوتنا في فلسطين لتخطي هذه المرحلة الصعبة والمحنة الصعبة وبإذن الله إن شاء الله هينتصروا على هذا الكيان الصهيوني المحتل نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد التوبك اللي معايا في ترند ترند مهم جدا وخطير جدا ليه؟ كلنا عارفين إن الاتحاد الإفريقي طرح فكرة استفتاء الأفضل أفضل نادي أفضل لاعب أفضل لاعب فيه بيلعب فيه مسابقات الأندية أفضل لاعب محترف على مدار الموسم أفضل مدير فني والنادي الأهلي داخل المصابقة القادمة اللي هتنظم بإذن الله في مراقش المغربية 11 ديسمبر المقبل فيه أكتر من سيكشن متعلق به الجواز الأفضل أفضل نادي موجود الأهلي أفضل لاعب شايفين فيه 3-4 لعيبة الشناوي ومعلول وبرستا وكهربا أفضل مدير فني موجود كولر يعني موجودين في الأحداث بشكل كبير جدا الناس الآن أن بعد مسابقة الدوري الإفريقي وفوز سانداونز ممكن نشوف يعني تأثير على جواز الأفضل ونشوف ممكن تغييرات على جواز الأفضل في الظل أن سانداونز لما تم تكريم أفضل لاعب في بطولة الدوري الإفريقي كان لاعب في سانداونز أفضل حارس كان حارس سانداونز الهداف كان لاعب سانداونز ماسوكو ورغم أنه هو متساوف عدد الأهداف مع قهربا فالناس الآن هل ممكن لقدر الله الفوز بالدوري الإفريقي لسانداونز يؤثر على فرص الأهل أن الأهل بطل دوري أبطال إفريقيا وكان جرى العرف أن بطل دوري الأبطال دائماً وأبداً بيكون هو أفضل نادي سألت على فكرة في الجزئية ده عشان أعرف إلا هيحصل في ظل أن الاتحاد الإفريقي وارد فيه كل شيء وتأكدت رسمياً أن الإيميل اللي اتبعت لللجنة الفنية ولكل الناس اللي هتشارك في التصويت كان قبل نهاية مسابة الدوري الإفريقي يعني السوبرليج الدوري الإفريقي خلص يوم 12 نوفمبر الإيميل اللي اتبعت كان يوم 7 نوفمبر القوام المختصرة اللي هستعرضها معاكم دلوقتي دي القوام اللي الناس صوتت عليها بابتداء من يوم 7 نوفمبر وبالتالي مسابة الدوري الإفريقي نتيجها من أفضل نادي من أفضل لاعب من أفضل موديل فني مش موجودة وملهاش معيار على الجوائز دي نقطة مهمة جداً اللي هيصوت هيصوت على فيما هو قبل 7 نوفمبر دوري أبطال إفريقي يا الكونفدرالية مسابقات دوري الأبطال كأس السوبر الإفريقي كل ده يسري قبل 7 نوفمبر ولكن الدوري الإفريقي خلص 12 نوفمبر دي نقطة مهمة جداً عشان لما نيجي نشوف الاستفتاء ونشوف التصويت في 11 ديسمبر في مراقش هنشوف ساعتها نتيجة إيه لو حصلت نتيجة عكس اللي احنا بنتكلم عليها ساعتها لأي بل إنها وقفة لأنها اتأكدت رسمياً أن الإيميل اللي اتبعت لكل الناس اللي هتشارك في التصويت على ما هو قبل 7 نوفمبر بدليل أن نختصر القوائم قبل 7 نوفمبر وطلب التصويت قبل يوم 7 نوفمبر لو كان استنى البعض يوم 12 كنت أقولك الدوري الأفريقي داخلها في المنافسة وفي المسابقة ولكن قبل 7 نوفمبر تعالوا مع بعض نشوف القوائم المختصر لأن النادي الأهلي داخل في عدد كبير جداً من سيكشن المنافسة على القوائم الأفضل في الكرة الإفريقية البداية مع بعض أفضل نادي أفضل نادي قدامنا اتحاد العاصمة بطل الكنفدرالية الأهلي بطل دوري الأبطال الوداد وصيف دوري الأبطال ماموليدي سانداونز ويانجي أفريكانز وجود ماموليدي سانداونز هو كان غريب شوية لأن ماموليدي سانداونز لا لعب سوبر إفريقي ولا لعب نهاية دوري أبطال ولا كان موجود في الكنفدرالية فعموماً الإيميل مبعوط قبل سبعة نوفمبر أو تحديداً يوم سبعة نوفمبر فالتصويت على نتاج هذه الأندية قبل يوم سبعة نوفمبر نشوف ما كانت تاني إيه اللي معنا أفضل منتخب في جانبيا غينيا الاستوائية موريتانيا المغرب السنغال أنا بقول لكم بنسبة كبيرة طبعاً المغرب لأن كانت رابع العالم في كأس العالم في قطر أفضل لاعب أفضل لاعب وده اللاعب المحترف كان محمد الشناوي ضمن القائمة ولكن خرج من القائمة بعد اختصار القائمة لعشر لاعبين في رياض محرز في محمد صلاح في ياسين بونو حارس المغرب في فيكتر أوس من لاعب نيجيريا ساديو مانيه سوفيان مرابط يعني فينست أبو بكر المهاجم الكاميروني الترشحات كلها رايحة ومنافسة قوى جداً ما بين ساديو مانيه وما بين ياسين بونو حارس منتخب المغرب طيب بنتكلم على أفضل لاعب في مصابقات الأندية انتر كلاب في مصابقات الأندية مين بصوحنا عندنا مين من النادي الأهلي محمود قهربا محمد الشناوي علم علول بيرسيتاو أربع لعبة من الآلي في منافسة مع بيتر شلوليلي المهاجم النبيبي مهاجم ساندونز واللي ملعبش في الدور الإفريقي إلا الفاينال بس إياب الفاينال بس ما كانش موجود طول البطولة بسبب الإصابة فيه كمان يحيى جوبران فيه يحيى عطيط الله من الوداد فيه أيمن محيوس لاعب اتحاد العاصمة فيستن ميلي اللاعب الكونغولي اللي كان بيلعب فيه يانجي أفريكانز وحاليا بيلعب فيه بيرامدز بنسبة كبيرة جدا بنسبة كبيرة جدا المنافسة هتكون ما بين محمد الشناوي وبيرسيتاو على جائزة الأفضل في هذه المسابقة أفضل لاعب فيه مصابقات الأندية نروح لأفضل لاعب صاعد ما تهمناش كتير للمفهاش لاعب مصري لكن طبعا فيها عز الدين قناح اللاعب المغربي في بلال الخنوص اللاعب المغربي في عمار ديوف اللاعب السنغالي يعني هيبقى في المنافسة ما بين لعبة السنغال ولعبة المغرب أحسن حارس يعني ياسين بونو لو خسر الجايزة قدام ساديو ماني هتبقى المنافسة قوى جدا بينه ما بين محمد الشناوي المرات المنافسة هتبقى صعبة جدا مع محمد الشناوي في إدوارد مندي حارس السنغال في أونانا حارس الكاميرا ومدأ أعتقد بالنسبة بيره بعيد جدا لو ما كانش بيشارك معهم للخلاف اللي كان موجود بينه ما بين سونج الموديل الفني في ويليامز حارس فريق سانداونز برضو الغريب أن انت تلاقي سانداونز موجودة في مناسبات كتيرة أفضل نادي أفضل لاعب أفضل حارس رغم أن سانداونز ما كانش موجود في دور الأبطال ولا في السوبر والمساقة الإفريقية خرج من نصف النهائي آخر حاجة أفضل مدير فني لن بتكلم على عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة مرسل كولر طبعا هو السابق مرسل كولر مدرب الآلي ثم المدير الفني لمنتخب جامبيا أليو سيسي السنغال وليد ريكراكي المغرب منافسة صعبة جدا كولر عنده منافسة قوية جدا مع أليو سيسي ووليد ريكراكي لأن الاختيار هنا أنت تتكلم سواء منتخب أو نادي على مستوى الأندية كولر كان ياخدها بنسبة 100% عموما دي الجزئية الخاصة المتعلقة بجواز الأفضل والمعلومة اللي كنت عايزة نفرد بها مع حضراتكم أن الاختيارات تمت عبر إيميل أرسل لللجنة الفنية يوم 7 نوفمبر وبالتالي نتاج الدور الإفريقي ليست معيار في اختيار الأفضل في جوائز الأفضل داخل الاتحاد الإفريقي فاصل ثم نواصل عودة الآلي للتدريبات واستيناف الفريل المران وموقف الدوليين بعد العودة من الأجندة الدولية كل ده هنشوفه من خلال آخر أخبار الترند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند والبداية هتكون معايا من ترند الأهلي البداية في ترند الأهلي حساب اليوم السابع كولر يدرس فترة راحة الدوليين بعد العودة لقيادة تأمران الأهلي هنا بتكلموا على أن كولر بيدرس أن يدي للدوليين راحة ما بين 24 ساعة أو 48 ساعة يعني مطش سيراليون بكرة لحد البيعصة إن شاء الله هتصل بعد المباراة إلى القاهرة بنسبة كبيرة هتكون الأجازة الاتنين والتلاتة وبدأت تدريبات يوم الأربع لأن الفريق اللاعبت الدوليين تحديدا ما خدوش أجازة خلال الأسبوع الماضي وكانوا موجودين في تدريبات المنتخب الوطن طيب نكمل مع بعض ونشوف حساب الوطن سبورت وراحوا لما هو أبعد انتقالات يناير مش بيكلموا بقى على اللاعبين لا تنضم لا ده خمس لعبين في قائمة الرحلين عن الآلي في يناير عشرين أربعة وعشرين مين بقى الخماسي؟ ده الكلام ده على عهدت الوطن خيالة عبد الفتاح صلاح محسن كريم ندفد حمزة علاء محمد الضو كريستو في قائمة الرحلين عن فريق خلال يناير والإدارة بتبحث عن عروض مقدمة لهم عشان تشوف موقفهم إيه أكيد كل الزملاء بيبحثوا هذا الأمر وبنع على المشاركة هل الخمسة بيشاركوا بشكل أساسي؟ لا فممكن يكون الخمسة مطروحين لفكرة الإعارة أو التبادل مع اللاعبين اللي ممكن ينضموا للأهلي ولكن في نقطة الناس مش واخدة بلها منها لما الزملاء بيكلموا عن قوام الرحلين بيقولوا إعارة الأهلي خلال هذا الموسم قفل قيمة الإعارات قيمة الإعارات طبقا لتعلمات الفيفا في الموسم الجديد السبعة الأهلي عمل السبعة فما ينفعش يطلع لعب إعارة في يناير وبالتالي الأمر أكيد هيتدرس بشكل مختلف بالإضافة لده لسه الأهلي قصة لم يحدد مين اللي هيطلع إعارة أو مين اللي ممكن يمشي في يناير لسه في جلسة الفترة الجاية مع كولر المفروض بكرة خلال الفترة اللي جاية في اجتماع يتم مع لجنة التخطيط في تفاصيل كتير يا جماعة الأمر اللي بيتاخد بناء على نتيجة مباراة أو مرحلة سابقة حساب في الجول بيتكلموا على صلاح محسن وطاهر محمد طاهر مصدر قال لموقع في الجول لا يمانع مرسل كولر خروج صلاح محسن أو طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة في يناير برضو بند الإعارة اللي بيتكلم عليه يا جماعة بند الإعارة مش مسموح للأهلي الأهلي تقدر تقول كده إيه استنفذ قيمة المعارين بكل نادي ليه كوتة المعارين مش كل نادي ليه كوتة عكس التاني لا يعني أنت إيه أقصى حد سبع لعبة تطلعهم إعارات في اللي طلع سبعة فخلاص ما ينفعش يطلع إعارة تاني في اللي طلع خمسة فعنده فرصة في يناير يطلع اتنين الآلي طلع سبعة فما ينفعش يطلع إعارة لصلاح محسن أو طاهر توقع لمنشور في موقع في الجول بس بيقولوا على عهدتهم يعني أن مرسل كولر لا يمانع خروج صلاح محسن أو طاهر على سبيل الإعارة في يناير الأمر الذي رحبت بالإدارة لطرح اسمهما عشان تطرح اسمهما يعني في الصفقات المتوقع إبرامها يعني لو أنت هتجيب لعيب مثلا من نادي سين وممكن نادي سين عايز لعيب من الآلي فالإتنين دول مطروحين أن هما يروحوا في صفقة تبادلية بينما ولدت إصابة ريدا سليم فرصة لاستمرار أحمد عبدالقادر لإيجادتوا لها بكجناح أيصر عموما بس خدوا بالكو وريدا سليم مش مصاب لغاية نهاية الموسم يعني ريدا مصاب لغاية نهاية يناير يعني مش نهاية الموسم فبرضو الحزبة تحس أن هي فيها تركامش مضبوطة عموما نروح لي الوطن سبورت والكلام أكتر على الخمس لعيب أيضا كولر يوجه صدمة جديدة لكريستو في الأهل طب إيه هي الصدمة؟ الوطن سبورت بيقوله أن محمد ادو كريستو تحدث مع خالد بيبو وطلب منه الخروج معارن حتى نهاية الموسم بسبب خروجه من الحسابات الفنية لمرسل كولر لكن بالتوازي مع طلب كريستو مصدر داخل النادي الأهلي للوطن سبورت قال لهم أن السويسري مرسل كولر رفض فكرة خروج كريستو نظر للحاجة إلى خدماته وده اللي بقوله لحضراتكم أن لسه فيه كلام كتير وفيه اجتماعات كتيرة وبالتالي اللي منشور في الوطن عكس اللي كان منشور من شوية في اليوم السابع أو في الوطن برضو في خبر تاني بيكلم على الخمسة اللي هيطلعوا أعرى طيب اليوم السابع بيكلموا على صفقة جديدة قد تنضم للأهلي الأهلي يضع الرطوش الأخيرة على صفقة عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد لعب مميز جدا بصراحة يعني بيشارك بشكل كويس جدا مع منتخبنا الوطني بيقد بشكل جيد مع فيوتشار حتى في المسابقة الإفريقية نتمنى له التوفيق إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية ولكن هنشوف الساعات اللي جاية هتصفر عن إيه آخر حاجة في تريند الآلي سبورت 38 مصرية سلسلة الله هزيمة للمارد الأحمر مستمرة 17 فوز متتالي لأهلي على الزمالك بكرة السلة في جميع البطولات يالمفوض بس 17 فوز متتالي لأهلي على الزمالك في كرة السلة بكرة السلة دي ممكن نفتكرها بكرة يعني آخر فوز للقلعة البيضاء كان منذ 1064 يوم الحمد لله نتائج مستمرة جيدة للنادي الأهلي نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند ونروح بسرعة للتريند المحلي المتعلق بمنتخبنا اللي عندهم واجهة صعبة غدا أمام سيناليون في تصفيات كأس العالم الوطن سبورت قاله أن فيه 3 فرامانات من فيتوريا للعب المنتخب اللي مواجهة سيناليون الفرامان الأول عدم الحديث عن أزمة السلاسي المستبعد من المنتخب بعد مباراة جبوتي الفرامان الثاني طالب اللاعبين بمواصلة الانطلاق القوية بعد الفوز على جبوتي عشان منتخبنا يبقى عنده 6 نقاط من أول مباراتين الفرامان قال للتالت فيتوريا طالب اللاعبين بالضغط مبكنا على سيناليون من أجل إحراز هدف مبكر يفرق كتير جدا في شكل المباراة نتمنى يا ربي التوفيق بإذن الله حساب الجول النهاردة أعلنه طاقم تحكيم مباراة مصر وسيناليون الكنغولي جان جاك نادالا اللي أعظر نهاية الدور الإفريقي ما بين سانداونز والوداد هو لا يدير مباراة مصر وسيناليون في تاني جولات التصفيات حكم معروف يعني بالمقرنة بالحكم الجنوب إفريقي اللي أدار مباراة مصر وجبوتي لا فرق شاسة نادالا من حكام النغبة أو قيمة المحترفين فبالتالي معروف لكل الأوساط القروية في القرى الإفريقي نتمنى يا رب أن يكون مباراة حكمية عادلة لأن أنا بقى لأ من نادالا خاصة خارج الأرض هو من الحكام اللي على يعني ما بيجيش على الفريق صاحب الأرض فأنا أتمنى يا رب أن يكون موفق في إدارة هذا اللقاء في أرقام إحصائيات على جون جاك نادالا قبل مباراة سيناليون الحكم الكنغولي أدر لمصر ثلاث مطشات مصر وكوتيفوار في كاس الأوم الأخيرة اللي اتلعبت في الكاميرون كسبنا الرغلات الجزاء مصر وأنجولا واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 مصر والسنغال اللي كانت في زهاب الدور الفاصل واللي كسبناه في القاهرة 1-0 فهو وشه نوعا ما يعني كويس على القرى المصرية آخر حاجة في الترند المحلي سبورت الـ 360 مصرية اتكلموا على رقم مميز جدا لصلاح أكثر لعب المنتخب مساهمة بالأهداف تحت قيادة ري فيتوريا محمد صلاح يحلق على القمة أداء مميز من هجوم منتخبنا سوبر هاتريك في مباراة تجيبوتي خلاص قرب يكسر الرقم القياسي إن يكون هداف المنتخب في الفترة اللي جاية نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة أفضل تشكيل لمنتخبنا بكرة في مباراة سيراليون رمضان بيقول الشناوي فتوح منعم علي جبر هاني حمد فتح إنني زيزو تريزيجي صلاح ومصطفى محمد نروح لعبدو بيقول الشناوي فتوح منعم علي جبر عمر كمال عبد الواحد مروان عطية وإنني محمد صلاح تريزيجي مرموش مصطفى محمد أفضل تشكيل للمنتخب تحياتي لك يا أستاذ محمد أهلا بيك إن شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لك طيب نروح لطارق مساء الخير تشكيلة منتخب مصر الشناوي فتوح منعم رامي عمر كمال إنني حمد فتحي أحمد سيد زيزو تريزيجي مصطفى محمد محمد صلاح نروح لغريب تحياتي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لك الشناوي هاني منعم جابري فتوح مروان حمدي فتحي إنني تريزيجي صلاح شريف شكرا لك يا أستاذ غريب تشكيل في تنوع شوية عن مطش اللي فات حنان بتقول الشناوي فتوح منعم علي جابري هاني مروان إنني زيزو صلاح مصطفى مرموش إن شاء الله نكسب 3-0 أهلاوية أنا والفخر لايه في تنوع وفي تباين في الأراء حول تشكيل منتخبنا الوطني في النهاية في مدير فني نتمنى يا رب إنه يختار الأفضل عشان نرجع كاسبانين أيا كانت النتيجة ولا دا التلاتة نقاط مهمة جدا في المباريات اللي زي دي وإن شاء الله منتخبنا يحصد الست نقاط في أول جولتين في القتام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد عبر برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء